ممكن حضرتك تعمله على هيئة صورة او ممكن تعمله برضو على هيئة مثلا ام بي سري ام بي فور بي دي اف جي بي جي بي اني جي مثلا اي اكس اي اي بي كي اي كومنت تيكست مثلا اي امتداد انت عايزه موسيقى السلام عليكم في قناة فيروس ايو نيكس حلقة جديدة معكم اخوكم من استيتو النهاردة شباب ان شاء الله هتديم لكم اسهل طرق الاختراق ترى بسيطة جدا تقدر من خلالها ان انت تختار الجهاز كمبيوتر او موبايل او ايفون بسهولة جدا الناس اللي بتقول ان الجهاز بتاعي محمي ان انا مثبت اندي فيروس فانا كده محمي لا فيه تشفير فيه تروجن فيه باتش فيه بايلوت فيه حاجات كثيرة جدا انت متعرفهاش فمن ضمن الحاجات بتاعت النهاردة انا هشرح عليك حاجة بسيطة جدا رغم ان هي من التسعينات تقريبا يعني اللي من ايام السب سيفن النجرات كلنا عارفينه بس انا هستخدم النهاردة حاجة اسمها راد الراد ده منظام سيرفر انا بفتحه بينه وبين الضحية سيرفر ده اخد شوية اوامر ان انا اتحكم في جهازك بالكامل اقدر اقفل جهازك قادر اعمل مثلا راستر جهازك اقدر ان انا مثلا اعمل لوك على جهازك باسورت مثلا atac ان انا اهداء اعمل الموقع بتاعك اعرف موقع بتاعك اعرف جميع الباسوردات اللي انت بتستخدمها لجميع الحسابات علي教يزات اقدر اعرف مثلا بشكل مباشر على جهزك مثلا على قريب الملفيات اقدرة انا مروفين بتاعتك اشوف ملفاتك اشوف عندك ايه اسحب ايه حاجة احطها عندي على الديسكتوب بسهولة جدا اه اسحب برضو اقدر اعرف اسمع الميكروفون بتاعك اسجل لك صوت وانت بتتكلم زي كده اسجد الصوت واسمعه يعني اعمل لك بشكل هيدن كمان في نفس الوقت برضو اقدر ان انا اشوف الكاميرا عندك الامامية والخلفية وقت اتحكم في جهازك بالكامل اقدر برضو ان انا اعمل اه اعمل سنت لسكريبت عندك يعني ابيعت لك سكريبت معين ووظفته ان اه اشوفر لك ملفات مسلا في نفس الوقت في ميزة برضو ان انا افتح شات بيني وبينك يعني اقدر اعمل شات بيني وبينك يظهر لك كده نظام اه نظام ديلوك كده او يعتبر مربع كده شات باسمي شخص انت متعرفوش فيروس سبن ايكس مسلا اقول لك مسلا ان ها ولا ايه دحكة ولا ايه حاجة مسلا فبالتالي متحكم في جهازك بالفعل بالكامل فما بالك دي اسهل طرق الاختراق هتعمل كام كلك هتبدأ ان انت تفتح البرنامج اللي ان هاشرح عليه النهاردة هتبدأ ان تحط البورت ادي كلكة هتبدأ ان انت برضو تعمل اه كريات سلفر ادي اتنين هتبدأ ان انت تختار الريبي والبورت وما مختارمت القائة هتدوس انت بس كريات هتبدأ ان انت ان حوالي عشرة خمستاشر كلك كده بالترتيب هتعملهم هتخترق اي جهاز يعني بسهولة جدا هاشرح لكم النهاردة على نسخة بيتا النسخة اسمها ميجا رات النسخة دي هتلاقي نسبة لك في الموقع بتاعنا وعسيب لك نبزة عنها كده. في نفس الوقت برضو المميزات بتاعتها مش كتيرة. يعني الناس اللي هي مش فاهم حد خالص في المجال ده. اول ما شوف المميزات دي هتتصدم. هتقول ازاي بيبقى عندنا كنترول او ريموت اكسس على جهاز شخص بالامكانيات دي. فاهم? فالفكرة انا ان انا بقدم لك نسخة نظام بيتا كده نسخة عادية. او اعتبر ان انت تجرب عليها بس كاصدار مسلا وكده التجربة ان انت تجرب عليه بس امكانيات معينة. ولكن ان انت عشان تستفيد بقى من باري امكانيات او اعتبر مميزات اللي بعد كده فانت لازم مسلا تجيب نسخة تانية او ان انت مسلا تنزل اصدار اعلى. فالحاجات دي كلها بتحتاج الناس مبرمجة. ان انت ممكن تضيف وتعدل عن نسخة نفسك وتضيف انت امكانيات تانية سيرفرات تانية او حاجات تانية. تمام? مش موضوعنا. المهم ان ان انت من خلال الفيديو ده هتقدر بدرها سهلة جدا تختار الجهاز اي حاجة. تمام? هيجي واحد اعمل لي كومنت ويقول لي طيب انت ليه بتعلمهم الاختراك? هقولك القناة فيها ربين الف مشترك. منهم تسعة وتلاتين الف اعاوزين الفيديو ده. تسعة وتلاتين الف وحد عملين يقولوا نزل لنا. نزل لنا. تيناس بتقول انت ماندكش مسلا طريقة الاختراك. لا انا عندي بس لم ينفعش نزلك. لان لو تسعة وتلاتين الف مسلا استخداموا البرنامج ده هتلاقي منهم حوالي سبعة وتلاتين الف مسلا بيستخدموا في انهم يتجسسوا على ناس ويعملوا زي ما قالوا في التجرير بتاعهم يعني عشان تجسسوا على البنات من الآخر فبالتالي انا مش عايزك تكون من الناس دي انا بقدم لك شرح زي ده لحضرتك عشان تبقى انت مقتنع وفاهم يعني ايه شخصك ديس عليك بسهولة جدا فنفس الوقت احمي نفسي بقى بقى انا فاهم ايه اللي بيحصل عشان قدر ان انا احمي نفسي لان انا ببقى عندي كنترول ان انا اضلع لك النظام مثلا السيرفر ده او يعتبر التروجن ده على الديسكتوب عندك واقول لك مثلا امسحه وانت ما تقدرش تمسحه يعني تيجي تمسحه ما تمسحش انت فاهم فلازم ادي لك اذن ان انت تمسحه لازم اعملك انا انستول السيرفر ده عشان تبدأ ان انت تمسحه بمزاجك يعني انا متحكم في غازك بالكامل فانا لازم اوعيك وفاهمك ودي لك اثباتات على الكلام ده عفوا ولكن عشان انا اشرح لك الكلام ده على الديو فالكلام ده ممنوع تمام طيب هنعمل ايه? هنعملين قناعة التليجرام القناعة دي هنزلك عليها الفيديو الكامل من الصفر للنهاية من ساعة مبدأ البرنامج واحمله لحد ما ثبته لحد ما افتح نظام جالسة او يعتبر اه سيرفر بيني وبالنفس واخترق الجهاز ووريك كل الصلاحيات اللي انا اقدر اتحكم في جهازي بالكامل شرح كامل طلعو انت حابب ان انت اشوف الفيديو شرح عملي بتحمل البرنامج وتقدر تستفيد منه بكل التفاصيل بتاعته حتى ده غير الالوان وتغير كل حاجة في التنظام الاردة فتابع الفيديو ده وفي نفس الوقت اسمع الفيديو ده على التليجرام في كناتنا على التليجرام هتليني سابع لك الديسكريبشن وهسيب لك برضو اول رابط في الديسكريبشن الربط ده ينقل لك للموقع بتاعنا هتلاقي فيه الموضوع اللي انا بتكلم عنه ده باختصار كده وهتليني سايب لك الفيديو ده وهتليني سايب لك رابط التحميل بتاعت النسخة اللي انا هشرحها تمام فانت اول حاجة هتعملها هتنزل على الديسكريبشن هتحمل النسخة من الموقع بتاعنا تمام بعد جدا هتبدأ ان انت تفتح النسخة وتروح تشوف الفيديو اللي على التليجرام وتطبق الخطوات واحدة واحدة بنبه برضو اقول لك عايزك تفهم قبل ما تطبق الخطوات يعني اسمع الفيديو اللي انا عمله على التليجرام وما تمشيش معها خطوة ولا اسمع الفيديو مرة واتنين افهم الفكرة عموما اقتنعت بيها عجبتك تستهل ان انت اتجربها اجربها مع ان انا اواصل ان انت لو انت متعرفاش فبجد هتجربها لان معظم المتابعين معندهمش خبرة عن المجال ده يعني كلهم مثلا لما بنزل لهم باش سكريبت او اي حاجة فما بيبوش فهمين ايه الموضوع تمام فبالتالي حلقة النهاردة بجد يا شباب يعني اللي اش شايف ان في ناس كترة جدا طلبها لا كنتيش نزلتها ويا ريه يا شباب محدش يجي في التعليقات يقول لي مثلا انت لها مننزلتش الفيديو على الاي at talked't came in يغالي لي ما ينفعش اعنزل الفيديو على اليوتيوب لو نزلت الفيديو على اليوتيوب ده محتوى مخالف يعني مش من ضمن الا الحاجات المرشوحة ان اتي تنزر على اليوتيوب او ان انت تنشرها علي اليوتيوب يعني لو نشرت انا دا اذا انا على اليوتيوب هيجيلي مخالفة تسعين يوم تلات شهور وفي نفس الوقت برضو هيجي لي باند على القناة وهاخد مخالفة ان انا منزلت فيديوهات تاني والفيديو هاتمسح وبرضو يعني ده كله هرجع علينا بالضرر تمام فاحنا عملي القناعة تليجرام بنزل لك كل اللي انت محتاجه مش مش قصة يعني ان انت تروح على الدسكريبشن هتداني سيب لك رابط القناة هتروح للقناة تشوف الشرح ولو انت عايز تنضم للقناة عشان تتابع كل جديد مفيش مشكلة مش حابب تنضم برضو مخسرتش حاجة يعني هتبقى استفدت من البرنامج وشرح مجاني كامل انا مطلبش منك فلوس ولا حاجة فكل الفكرة ان انا بقدم لك شرح عشان تخلي بالك وعشان تبقى فاهم الموضوع اعمل ازاي الناس اللي طلبت مني او الريت في ناس كتير جدا انا لفكرة كلمتني في الموضوع ده فتحت عمركم ده كده الشرح كامل ان شاء الله هتلاقوه على التليجرام ده الفيديو ده بحيث ان انا فاهمك الموضوع اعمل ازاي ممكن انا كل شوية باجب لك فيديو كده بفاهمك الدنيا عامل ازاي ده الفيديو انا بجبه لك من الشرح اللي على التليجرام ما ينفعش ان انا اكمل لك الفيديو بطر من كده عشان الفيديو ده كمان ما يتمسعش تمام اه فيه كم نقطة كده حبيب اتكلم فيها قبل ما نكتم الفيديو بتمنى ان انت ما تضرش حد به الرات ده لان انا بيعلمك حاجة تحمي نفسك بيها بيبقى عندك مثلا اخوات حد بيفتزك مثلا حد مثلا بيسبب لك مشاكل بيبقى مثلا ليك انت حق عند حد محتاج ان انت مثلا تعمل حاجة زي دي فالبرنامج ده يفيدك جدا مش محتاج انت بقى ان انت مفيش واحد بينك وبينه اي علاقة اي عداوة ولا اي محبة حتى وتروح ان انت مثلا عاوز تثبت لي بقى ان انت هكر وفاهم احب اقولك ان البرنامج ده السمت رائب وان البرامج متعادة الرات كلها مترقبة لو انت ما شفتش الحلقة بتاعت الرات دوس على الاختصار ده اسمع الحلقة وفهم الموضوع عمل ازاي لان البرامج دي كلها مترقبة وانا مليش اي زنب في ان انا اقولك مثلا تستخدمه ولا متستخدمه انا بريء منك اصلا بس انا كل الفكرة انكي ناس طلبتها من كتيرة جدا فبجدبك اتمنى ان انت عشان تستخدم النسخة بتاعت الرات لان اصرحها النهاردة دي تبقى فاهم انت بتعملي وتستفيد منها مش اكتر اكتر من كده ما ما تحملهاش تمام يعني خلى عندك بس للشغل بس او اعتبر للضرورة المهمة جدا تمام طيب النقطة التالتة ان انت ياريت ياريت يعني ان انت تعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد من المعلومات وفي نفس الوقت برضو يعني التفاعل يزيد شوية لانه وجداله اشابه الواحد يدعب جدا في الفيديو على ما يصور ويمنت تجي ويرجع تاني عدل في الفيديو ويعمل له ابلوت فبالتالي بصراح انتم مقصرين في الدعم يعني ان كان في ربين الف وفي نفس الوقت المشاهدات الفين وتلات تلاف وخمس تلاف يعني فين وفين لما بلاقي الفيديو مثلا جاي بعشر ولا عشرين الف فجد بجد باتمنى ان انت تعمل شير زي ما انا بفيدك انت كمان فيدني وما تبخلش علي بالشير النقطة الرابعة والاخيرة اللي هي يعتبر عايز اقول لك ان النسخة اللي انا هشروع عليها النهاردة دي نسخة بيتا يعني نسخة تجربية كده في شو او سبعة نسخ كمان النسخ دي انا اعملها عامل منهم حوالي تلاتة او اربعة نسخة رابعة اقدرت الشغال بعدل علامة شوية قبل ما اصابر الفيديو ده والنسخة دي فيها امكانيات رهيبة يعني بيسمح لك ان انت تفتح الواتس وتفتح الفيس وتفتح مثلا مسانجر تحكب في الجهاز بتاعي بالكامل تقدر مثلا تشوف اي ملفات عندي او اي بيانات عندي على الموبايل تقدر برضو تمنع ان يظهر لي مثلا اي اشعارات تقدر تشفر ده بشكل كامل يعني مستحيل انت يبقى الافلس مينان سواء بقى او او اي برنامج بتاح security او انت فيروس ليقدر يكتشف Supemu انت فيه عملية تشفير انا اعملي تشفير بنفسي فمستحيل اي برنامج ففك التشفير ده لازم اناه انفسي يفك التشفير ده حتى الكمبيوتر او اللابتوب اللي عامل عليه تشفير مقادرش اصلا هو يفتك ولازم انا يعني نظام حاجة زي كيه كده او نظام اه امر معين انا بعمله عشان يفك التشفير ده تمام فبالتالي النسخه دي انا مستعد ان انا ا بدون اي مقابل يعني انا مفكرش بالحاجات دي ولكن محتاج ان انتو تدعموني فاللو انتو شافين ان انتو استفدتم من الفيديو ده والفيديو اللي هتشوفها على التليجرام والمنشورات اللي انا بنزلها عموما فبجد بجد ما تبخلوش عليها باللايج وسبسكرايب وتعمل شير للفيديو ده ولو عجبك محتوى القناة تشترك في القناة فعل الجرس شانو وصل لك شعر باي فيديوهات هنزلها لو عندك اي كومنت او اي حاجة حاجة بتكتبها تقدر تكتبها لي في كومنت وان شاء الله هرد على الناس كلها ونشوفكم في حلقة جديدة من كانوك فيروس ايبنك السلام عليكم